إذن لنقم بإنشاء مخطتنا الشريطي باستخدام بيانات المصرف الدولي. لا ينبغي أن نغرق مخطتنا بكل الدول، بل يجدر بنا التركيز على بعض النقاط. هذا ما سنقوم به من خلال الاقتصار على تمثيل 10 دول وفقاً لأعلى إنفاق صحي للشخص الواحد. يمكنك أيضاً أن تنظر إلى القيم المتطرفة أو المتوسطة. في القيام بذلك، قم بتصفية مجموعة بيانات المصرف الدولي لسنة واحدة، مثال 2009. قم بفرز مجموعة بيانات المصرف الدولي التي قمت بتصفيتها بواسطة عمود إجمالي الإنفاق الصحي لكل شخص. أحد العمدة التي قمنا بإنشائها في التمرين الأخير. تذكر أن تحدد كل ورقة العمل، وليس فقط العمود الذي فرزته. قم بتحديد الدول العشرة الأولى، أول 11 سطر بما فيها سطر العنوان. وانسخها إلى ورقة عمل أخرى. للقيام بذلك، اضغط على Ctrl-C للقيام بالنسخ، ثم أدرج ورقة عمل جديدة. اضغط على Ctrl-V لذسق البيانات ضمن ورقة العمل الجديدة. بسبب الطريقة التي يعمل بها Google Docs، يجب علينا الآن أن نحضر أعمدة البيانات التي تهمنا إلى جانب العمود الذي يحتوي أسماء الدول، العمود A. قم بالنقر على العنوان الرمادي لتحدده. هرر الفقرة، ثم أنقر وأسحبها حتى تصبح في موقعها. العمود A ينبغي أن يكون الآن أسماء الدول. العمود B ينبغي أن يكون إجمالي الإنفاق الصحي لكل شخص بالدولار. ينبغي أن تبدو ورقة العمل الخاصة بك مثل ذلك. الآن قم بتحديد أول عمودين، ثم افتح المخطة البيانة من قائمة إدراج. سيكون المخطط العمودي من بين اقتراحات المخططات البيانية. انقر عليه وسوف ترى معينة للمخطط. قم بتغيير إعدادات تخصيص المخطط. حاول إزالة ووضع تليل المصطلحات. قم بتغيير ألوان الأشرطة إلى آخره. عندما تنتهي، انقر على إدراج وسيكون مخططك جاهزاً. إذا قمت بالنقر على المخطط، يمكنك تحريكه كيفما شئت. هل تلاحظ المثلث في الأعلى صحيح؟ إنها قائمة الخيارات. اختر تحرير المخطط لتغير إعدادات المخطط البياني. هل يمكنك تغييره إلى مخطط شريطي؟ أصبحتم تعرفون الآن كيف يمكنكم إنشاء مخطط عمودي. وكما لاحظتم، يمكنكم تخصيص مخططات جوجل بحيث توافق ألوان المخطط ألوان العلامة التجارية الخاصة بكم. يمكنكم تحميلها كصورة، ويمكنكم أيضاً تضمين المخطط البياني في موقعكم الإلكتروني. وهذا يعني أنه سيحافظ على ميزات تفاعلية. إنها وسيلة في متناول اليد. هناك العديد من الأنماط الأخرى للمخططات البيانية التي يمكن استخدامها. ولقد قمنا في School of Data بإنشاء كتيب خاص لهذا الخصوص. يمكنكم إيجاده في الأسفل ضمن الموارد. إضافة إلى الكثير من المعلومات عن البيانات على موقعنا الإلكتروني في المتناول البيانات على المشاهدة. اشتركوا في القناة